تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هتفيا من الفريق أول لركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني الذي توجه لرئيس السيسي بالتهنئة على فوزه في الانتخابات الرئاسية وتوليه لفترة جديدة وخلال الاتصال شدد البرهان على حرس السودان على استمرار النهج المسمر للعلاقات الأخوية بين البلدين من جانبه سمن الرئيس سيسي اللفتة الكريمة من رئيس مجلس السيادة السوداني مؤكدا حرص مصر على العلاقات الشديدة الخصوصية بين البلدين والحرص البالغ على أمن واستقرار السودان الشقيق